برسم الدورة السابعة للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط جرى حفل تسليم جائزة الرواق الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة وترأس حفل تسليم الجائزة التي فازت بها عن فئة العارضين المؤسستيين جامعة محمدين الخامس بالرباط بينما عادت الجائزة ذاتها عن فئة الناشرين الخواص لرواق شركة سوش بريس كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار ووزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بن سعيد الهدف من هذه الجائزة هو تحسيس العارضين سواء المؤسستين أو الناشرين الخواص حول أهمية اعتماد الولوجيات في الأرواق فاللجنة يعني بزارة ضمن كلفات لجنة من الجمعيات ممثلين على الجمعيات العاملين في مجال الإعاقة لقاموا بزيارة 297 رواق بشدر التقييم وتهدف هذه الجائزة التي تنظمها سنويا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمناسبة فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب تهدف إلى تحسيس مختلف المشاركين والقائمين على المعرض بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لجعل مرافق الفضاء ووسائل الاتصال مزودة بالولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة هذا وضمت لجنة تحكيم الجائزة ممثلين عن الجمعيات ومختصين في مجال الإعاقة والتي تقوم بزيارات لجميع فضاءات وأروقة المعرض لانتقاء أحسن الأروقة سهلة الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة في فئة العارض المؤسساتيين وفئة الناشرين